ازاي تعديل على قناتك على اليوتيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله اهلا بيكم في الدرس التاني من سلسلة ازاي تبدأ على اليوتيوب ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن التعديل على قناة اليوتيوب ولو ما شفتش الدرس السابق تقدر ترجع لي عن طريق الرابط الموجود اسفل الفيديو في الدسكريبشن شاهد الدرس الاول وبعد كده ارجع للدرس التاني علشان تكون رابط الاحداث ببعض وما تفوتش اي معلومة في الدرس الاول دلوقتي هنبدأ في التعديل على القناة وطبعا بالنسبة للتعديل على القناة هنعدل على اهم الحاجات اللي انت لازم تعدل عليها في قناتك علشان تبقى مميزة عن غيرها في الشكل او تصميم او التعديل اللي احنا هنعدل عليه دلوقتي حاول ان يكون مميزة عن غيره قناتك مميزة عن غيرها من القناة هنضغط هنا على تخصيص القناة طبعا هيتم مباشرة تغيير شكل موقع يوتيوب من الشكل الجديد اللي كان عليه للشكل القديم اللي هو ده عشان تقدر تعدل على القناة بالكامل او بمعنى صح وضع التعديل على القناة اول خطوة هنتكلم عن وصف القناة وصف القناة لازم يعبر عن قناتك ومحتوى قناتك بحيث اي حد يدخل على قناتك ويقرأ الوصف اللي انت كتبه في قناتك يعرف مباشرة قناتك متخصصة في مجال ايه وبتتكلم عن ايه والمحتوى اللي بتقدمه في القناة وطبعا اي حد يدخل على القناة يلاقي الوصف بتاع القناة جميل ومنصق كده والمحتوى اللي انت بتقدمه في القناة من خلال الوصف اللي انت كتبه موجود في القناة طبعا الناس هتحب القناة وبالتالي هتدعم قناتك على طول باشتراك وهتبعك باستمرار وطبعا حاول انك تكتب وصف لقناتك يكون مختصر وفي نفس الوقت يدل على المحتوى اللي انت بتقدمه في القناة كتبت وصف عن القناة فطبعا هضيف الوصف دلوقتي تقدر انت طبعا تكتب الوصف اللي انت عايز تكتبه في القناة وبعد كده بتضغط على تم دلوقتي طبعا عملنا وصف القناة تاني خطوة هنتكلم عن تعديل الروابط في القناة وده مهم جدا انك تضيف روابط تواصل الاجتماعي بتاعتك في قناتك ومهم جدا علشان الاشخاص اللي هشتركوا معك يقدروا او تسهل عليهم عملية التواصل بينك ما بينهم انك تضيف روابط التواصل الاجتماعي في قناتك سواء هتضيف الوابسايت بتاعك الموقع بتاعك يعني او هتضيف صبحتك على الفيسبوك او هتضيف حسابك على انستجرام او على تويتر طبعا لك حرية الاختيار في الحالة دي انك تضيف اي تواصل اجتماعي تسهل عملية التواصل بينك وما بين الناس اللي هي تشترك معك في القناة طبعا عشان نعدل على التواصل الاجتماعي او الرابط بتاعت التواصل الاجتماعي كل عنك انك هتضغط على الالم ده وبعد كده تضغط على تعديل الروابط بعد كده تضغط على تخصيص القناة علشان تدخل في الوضع اللي يتحلك انك تعدل على الرابط دي هنضغط هنا على تخصيص القناة تمام هنا هتنزل بالاسفل هتلاقي حاجة اسمها الرابط هتضغط على الرابط طبعا هو اللي مفروض لك انك تضيفهم خمس رابط يعني زي ما شايفين هنا بيقول لك عرض الرابط المخصصة للخمسة الاولى بشكل متراكب على صورة القناة يعني لك خمس رابط تضيفهم في قناة دي اول حاجة دلوقتي هتضغط على اضافة هيجيب لك هنا في مستطيلين المستطيل الاول اللي انت هتكتب فيه الاسم سواء فيسبوق انستجرام تويتر ويب سايد العنوان ال you url اللي هو عنوان التواصل الاجتماعي بتاعك سواء فيسبوك هتجيب الرابط بتاع فيسبوك سواء ايه تويتر هتضيف رابط تويتر وهنشوف طبعا على سبيل مساء طبعا العنوان الاول هنا هنكتب مثلا فيسبوك تمام هناخد رابط البيسبوك اول اسم الفيسبوك ونضيفه هنا هناخد مثلا العنوان بالبيسبوك ونامله باضافة بعد كده انا نضغط على اضافة مرة تانية ونضيف الرابط اللي بعده مثلا تويتر تمام طبعا انت هتضيف اي رابط انت محتاج طبعا انا هضيف الرابط كلها انستجرام هضغط على اضافة واضيف انستجرام هجيب الرابط بتاع انستجرام هضيفه هنا بعد كده جوجل بلاس اضافة جوجل بلاس وهجيب الرابط بتاع جوجل بلاس واضيفه هنا وبعد كده بعد ما انتهي من اضافة الرابط بتاعتي هضغط على تم طبعا زيو شايفين هنا زيو شايفين يعني فيسبوك تويتر انستجرام جوجل بلاس طبعا دي عبارة عن التواصل الاجتماعي في قناة اليوتيوب الخطوة الثالثة مهمة جدا وهي إضافة البريد إلكتروني في قناة اليوتيوب طبعا في قسم حولها وتنزل بالأسفل هتلاقي حاجة لاستفسارات التجارية البريد إلكتروني البريد إلكتروني مهم جدا علشان لو في أي حد هيقدر تواصل معاك من خارج مصر أو من دول المجاورة تقدر على طول تواصل معاك عن طريق البريد إلكتروني الخاص بالقناة حتى يوتيوب لو هتتواصل معاك في مشكلة وإنت عايز تستفسر عن حاجة أو هم عايزين يرسلوا ليك حاجة طبعا بالبريد إلكتروني ده هيقدروا يتواصلوا معاك بكل بساطة طبعا مهم جدا إنك تضيف البريد إلكتروني طبعا هتضيف البريد إلكتروني في القناة وبعد كده بتضغط على تمام تمام إحنا دلوقتي ضفنا البريد إلكتروني طبعا لو واحد هيقول لي طب إيه هو البريد إلكتروني اللي هو الايميل اللي انت عملت به القناة تمام؟ هو البريد الكتروني النقطة الرابعة هلتكلم عن اضافة الموقع يعني ايه هو الموقع؟ الموقع يعني البلد بتاعتك مهم جدا انك تضيف البلد بتاعتك بالضبط في قناتك لانك لو ضفت بلد غير بلدك طبعا هتواجه مشاكل كتيرة جدا قدام وهتعرفها قدام لو ما كنتش بتعرفها بالوقت الحالي وطبعا باختصار لازم تضيف بلدك هنا طبعا في الموقع غير محدد هتضغط وتدور على البلد بتاعتك وتختارها طبعا انا هختار مصر هدور على مصر وهضيف اها موجودة مصر وكده انا قدرت اضيف البلد بتاعتي تم تحديث البلد بنجاح مهم جدا يا جماعة انك تضيف البلد بتاعتك بالضبط حاول ما تضيفش اي بلد غير بلدك النقطة الخامسة هنتكلم عن غلاف اليوتيوب مهم جدا ان يكون لقناة اليوتيوب غلاف احترافي يدل على المحتوى اللي انت بتقدمه في قناتك وكمان يكون مميز ويكون مصمت بطريقة احترافية طبعا عشان كده لازم تتعلم كيفية تصميم غلاف اليوتيوب عشان كده هتلاقي رابط اسفل الفيديو اضغط عليه هتدخل مباشرة على فيديو كنت شارح فيه بالتفصيل كيفية انشاء غلاف اليوتيوب بطريقة احترافية وان شاء الله الطريقة هتعجبك كل عليك انك هتشاهد الفيديو وطبعا هيدي لك فكرة لكيفية تصميم غلاف اليوتيوب وهنا تصمم غلاف اليوتيوب الخاص بقناتك بكل احترافية انا طبعا قمت بتصميم غلاف بسيط للقناة وطبعا الفوتشوب اللي انا بستخدمه بالنسبة للناس اللي عايزة تعرف الفوتشوب اللي انا بستخدمه بستخدم فوتشوب CC 2014 وطبعا على حسب اللي انت بترتاح له فيه التصميم فيه ناس بتحب تشتغل على CS6 وفيه ناس بتحب تشتغل على فوتشوب 2015-2017 على حسب الاصدار اللي بتحب تشتغل عليه وشايف نفسك هتشتغل عليه افضل وتعمل تصميمات افضل بكتير من الاصدارات اللي هي القديمة انصحك طبعا لو انت بشتغلتش على اي برامج فوتشوب قبل كده انصحك انك تشتغل على فوتشوب CC 2017 او 2018 يعني بتلاقي فيه مميزات كتيرة جدا وبرضو هو بيتطلب امكانيات جهاز تكون قوي شوية بس برضو لو انت مفيش عندك الامكانيات دي اشتغل على فوتشوب CS6 هيكون خفيف وامكانيات الجهاز بتاعتك لو كانت متوسطة هتشغل البرنامج بدون اي مشاكل اما بالنسبة للمقاييس الخاصة بغلاف اليوتيوب انا طبعا جهزت لكم التيمبلت ده علشان هخلي لكم الرابط برضو بتاعه اسفل الان الفيديو في الديسكريبشن هتحمله وطبعا يعني بعد ما تصمم الغلاف بتاعك هتجيب الغلاف لانت صممته هتسحبه هنا على التيمبلت وتزبطه على المكان اللي هو في النص ده بالزبط كده وبعد كده بتضغط على حفظ تمام دلوقتي احنا حفظنا الغلاف وظهر معنا بالشكل اللي انتو شايفينه ده خلاص احنا دلوقتي عايزين نركب الغلاف بتاعنا على قناة اليوتيوب هنا هتضغط على رمز الالم ده وبعد كده هتلغط على تعديل صورة القناة وبعد كده هنلغط هنا على تحديد صورة من جهاز الكمبيوتر وهندخل على المكان اللي احنا حفظنا فيه الغلاف بتاعنا وهنختاره احنا حفظناه هنا هندغط على اوبين وهيتم رفع الغلاف بتاعنا على القناة طبعا هنا هنعلم على تحسين تلقائي وبعد كده هندغط على تحديد وهيتحفظ معنا الغلاف زي ما شايفين كده اهو ازا ما شايفين طبعا الغلاف ركب معنا على القناة بكل بساطة اما الخطوة الستة وهي تغيير الصورة المصغرة الخاصة بالقناة هندغط هنا على رمز الالم وبعد كده هندغط على تعديل بعد كده هندغط على تحميل الصورة وطبعا هنختار اي صورة مصغرة على حسب لو انت هتصمم صورة مصغرة اوكي وطبعا انت ليك حرية الاختيار سواء لو انت هتصمم صورة مصغرة او هتختار اي صورة عايز تخليها صورة مصغرة لقريتك على حسب اختيارك انت وطبعا انا هاعلم او هختار الجزء ده من الصورة وبعد كده هضغط على تم انا دلوقتي خلاص عملت الصورة المصغرة لو انا هنا دلوقتي عملت اعادة تحميل طبعا زي ما شايفين الصورة المصغرة تغيرت معانا زي ما شايفين كده وكده يكون انتهينا من الدرس التاني من سلسلة ازاي تبدأ على يوتيوب وانتظرونا في الدرس التالت من السلسلة وهنتكلم عن كيفية رفع الفيديو على القناة وهنتكلم عن اربع حاجات مهمة جدا علشان الفيديو بتاعك يكون ناجح ويحصل على مشاهدات وطبعا انتظرونا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله لو اعجبك الفيديو متنساش تعمل دعم للفيديو لايك وتعمل دعم للقناة باشتراك وتشارك الفيديو مع اصدقائك علشان نستفيده وانتظرونا في الفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم ترجمة نانسي قنقر